في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين أسفرت أعمال البحث والتحري عن الكشف عن خلية مكونة من عشرة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية وقد تم القبض على سبعة من عناصر هذه الخلية في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين أسفرت أعمال البحث والتحري عن الكشف عن خلية مكونة من عشرة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية يتزعمها المدعو حسين علي أحمد داود واحد وثلاثون عاما أحد قيادي تنظيم سرايا الأشتر الذراع الإرهابي لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي مسقطة جنسية وهارب في إيران ومحكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا إرهابية وحكم آخر بالسجن خمسة عشر عاما ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن ويدير خلايا إرهابية وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي وقد تم القبض على سبعة من عناصر هذه الخلية والمقبوض عليهم هم المدعو حسن مكي عباس حسن سبعة وعشرون عاما عامل مرتبط بالمدعو حسين علي أحمد داود ويعد المقبوض عليه الرئيسي مسؤول عن صناعة العبوات المتفجرة لصالح تنظيم سرايا الأشتر ومنها العبوات التي تم تحريزها بمنطقة صدد بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس لعام الفين وسبعة عشر تلقى تعليمات من المدعو حسين علي أحمد داود بمواصلة نشاطه في صناعة المتفجرات بجانب تخزين المواد المهربة من الخارج وإنشاء مخزن لذلك الغرض متورط في غضايا صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير وشارك في عمليات نقل وتصنيع العبوات الناسفة منذ عام الفين وثلاثة عشر وتلقى دروسا نظرية وعملية على كيفية صناعتها المدعو محمود محمد علي مل سالم البحراني ثلاثة وثلاثون عاما معلم لغة عربية قام بتدريب المقبوض عليه الرئيسي في القضية المدعو حسن مكي عباس على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة كما استلم منه حقيبة تحتوي على سلاح كلاشنكوف ومواد متفجرة حيث احتفظ بها لفترة ثم قام بإعادتها وقد تم القبض عليه عقب وصوله للبلاد قادما من الجمهورية اللبنانية المدعو زينب مكي عباس أربعة وثلاثون عاما أخفت بمقر سكنها في الملكية حقائب تحتوي على مواد متفجرة وسلاح كلاشنكوف تخص شقيقها المدعو حسن مكي عباس قبيل إلقاء القبض عليه ثم طلبت لاحقا من زوجها المدعو أمين حبيب علي نقلها من المنزل المدعو أمين حبيب علي جاسم اثنان وثلاثون عاما موظف قام بنقل الحقائب التي تحتوي على سلاح كلاشنكوف والمواد المتفجرة التي تسلمها من زوجته شقيقة المقبوض عليه الرئيسي في القضية وتسليمها للمدعو حسين محمد حسين خميس لغرض إخفائها المدعو حسين محمد حسين خميس تسعة وثلاثون عاما سائق قام بإخفاء حقائب المتفجرات وسلاح كلاشنكوف المذكور بمسكنه في منطقة دار كليب المدعو حسن عطي محمد صالح سبعة وثلاثون عاما سائق قام بشراء بعض المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة عدة مرات منها الكرات المعدنية وكذلك تجهيز استوانات الغاز لاستخدامها في عمليات التفجير وذلك بتكليف من قبل المدعو حسن مكي عباس المدعو حسين إبراهيم محمد حسن ضيف سبعة وعشرون عاما عامل تم تجنيده من قبل المدعو حسن مكي عباس وقام باستلام ونقل المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة من عدة مناطق منها كرزكان ودمستان وتخزين بعضها في منزله بشكل موقع فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية العناصر الإرهابية الهاربة وهما المدعو السيد هادي حسن مجيد رضي ستة وعشرون عاما سائق محكوم ومطلوب في قضايا إرهابية منها استعمال مواد متفجرة لتعريض حياة الناس للخطر الشروع في القتل إشعال حريق عمدا صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير تنفيذا لغرض إرهابي المدعو صادق محمد عبد الرسول درويش خمسة وعشرون عاما سائق محكوم ومطلوب في قضايا إرهابية منها إشعال حريق عمدا صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير تعريض وسائل النقل العام والاتصالات للخطر والإطلاف عمدا كما أسفرت أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن ضبط كميات من المواد المتفجرة في مواقع مختلفة من قراء دمستان وكرزكان والملكية وداركليب تستخدم كورش لتصنيع القنابل محلية الصن وتخزين المواد الخاصة بصناعة العبوات المتفجرة وذلك وسط مناطق مأهولة بالسكان وبعد اختار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى هذه المواقع لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبوطات نظرا لخطورتها التدميرية وذلك لنقلها إلى موقع آمن حيث اتضح أنه تم إعداد هذه المواقع بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين وقد تم العثور فيها على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها والتي قدرت بما يفوق مئة وسبعة وعشرين كيلو جرام من بينها ما يزيد عن 24 كيلو جرام من مواد السيفور والتي اي تي بي والنيتروسيليلوز شديدة الانفجار بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وسلاح أوتوماتيكي وأسلحة أخرى محلية الصنع وصواعق وقنابل يدوية وكميات من الدخائر الحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر